ازايك يا جماعة عامليني؟ يا رب يكونوا بخير توقع برج العزراء لشهر ابريل 2023 وهبدأ بالجانب المهدي اول اسبوع تسير الامور على ما يرام داخل العمل لمواليد برج العزراء وبعد يوم عشرة هيكون عندهم رغبة في تحقيق نجاح او انجاز معين ده اللي مكتوب الظبط وبرضو حابب افكركم دي توقعات الغيب محدش يقدر اعرفه غير ربنا احنا مستفيدة دردشة الفة انتباهك او الفة انتباهك وكمان بنتفاعل نكمل موضوعنا المهم ان النجاح ده هيكون محتاج مصابرة لانه مش هيجي بالشكل السريع اللي هم عايزين ينجزوه مواليد برج العزراء يعني المفروض ان انتو هتكون عندكم عايزين انجاز معين تحققوه في وقت قصير النجاح عمتا ما بيجيش بسرعة مش سهل ان يجيب سرعة لو جيب سرعة بيبقى معتمد شوية او نسبيا الحظ بيساعد طبعا الحظ مش كل حاجة ولكن بيساعد نسبيا فعشان كده انا بقول لي علشان لو في حد بيشوفني سواء بقى رجل سيدة شاب شابة الكلام للجميع لو فاكر ان انت ان يمكن تحقق نجاح في وقت قصير دي يتهالي معادلة صعبة جدا المعروف النجاح ليه مشوار ومشوار كمان متعب ومشوار لازم الواحد يكون عنده اصرار فيه حتى يقولك اصرار من ضمن اصرار النجاح الاصرار او نقدر نقول عامل من العوامل المهمة للنجاح يعني حتى اللي قريته النجاح محتاج مصبرة وكمان مجهود اكتر من الاول ربنا يا رب يوفقكو ويحقق لكو اللي بتتمنوه من بعد يوم خمستاشر حزاري من الاهمال وتأجيل مهام العمل لتجنب نتائج سلبية يعني خلي بالك وخلي بالك الاهمال واناك تأجل الشغل يعني انا قلت يمكن الكلام ده قبل كده تأجيل الشغل من الحاجات اللي ممكن ترجعك لورا اصلا مش تخليك بقى تنجح او لو انت عايز تحقق النجاح ولكن عايزك برضو تعرف حاجة مهمة قوي مفيش حد ناجح مش بيبقى منضبط مفيش حد ناجح مش بيبقى نشيط لازم النجاح ده ليه زي ايه زي رولز كده ليه نقط معينة لازم تمشي عليها ليه قوانين يعني قوانين النجاح وفي الاخر وفي الاخر اللي بيكتهد وبيتعب ويبقى عنده اصرار ومصابرة زي ما مكتوب فعلا انا بتكلم معكم بالعقل يعني صدقوني مش حتى لو هو اه لسه شوية عليه على النجاح بس بيكون مقرب يعني بينه من النجاح برضو مسافة قريبة قطع مسافة كويسة المهم ان هو يستمر في ده ان هو يكمل ما ينفعش ادخل مشوار واحبط النجاح الاحباط ضد النجاح على طول ده حاجة وده حاجة تانية فلازم ما فيش حد نجح قريت عنه لان انا بحب شخصيات كتير نجحة ما فيش حد نجح اللي لما تعب بجد تعب تعب وفي ناس كانت ممكن تنام تلت ساعات ودي بقى شخصيات عرفها يعني في قريبنا كان ممكن ينام تلت ساعات بس بعد كده حقق النجاح كبير جدا فلازم نعرف يعني ان عوامل النجاح كتير المهم الموضوع معتمد عليك وعليك الجانب العطفي نبدأ بالعزاب مناسبات وافراح خلال الشهر تكون سبب في اجتماعيات جديدة ده غير كمان ارتباط هو مش محدد امتى اللي قريته مش محدد امتى هو مكتوب خلال الشهر مش محدد امتى في الشهر يعني اخر الشهر مش محدد ولكن المفروض ان في مناسبات وافراح على مدار الشهر ده هكون سبب في اجتماعيات وارتباط لعزاب برج العزراء حاجة بقى نصيحة مهمة مكتوبة لا تتجمل من اجل طرف اخر يعني لازم تعرفي اللي يقبالك يقبالك زي ما انتي انتي لما تتجميلي بتتجميلي لنفسك مش لحد يعني انتي لما بتهتمي انتي دلوقتي سنجل يعني تمام الاهتمام ده الواحد المفروض بيهتمي بيه لنفسه يعني انا ما بحلق دائني وظبط نفسي انا بحلق دائني ليه عشان واحدة لا ولا عشان انا بحلق دائني عشان اهتمامي بنفسي اهتمامي بمظاهري بنفسي فده من الحاجات اللي لازم للناس تفهمها اما اللي يقبالك بقى ويقبالك ده يقبالك زي مانتي وانت اللي تقبالك تقبالك زي مانت انت ما تتجملش عشان حد ولا تحاول تصنع ولا تغير عشان حد ده كده شكل اللي هو تحس ان الشخصية اللي انت بتصنع عشانها دي انت فيك بالنسبة لها فما ينفعش ان انا نصنع عشان حد لازم اتعمل بطابعي عادي جدا وحتى في مظهري يعني انا مثلا بتدايق من حتة ايه المثال يقول لك ايه كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس لا يعني ليه طب ما ناكل اللي يعجبني والبس اللي يعجبني برضو فين المشكلة ما انا انا باقدر اشوف ايه اللي لايق علي وليه زوء زوء انا بحبه عشان كده لبسه فعشان كده انا بقول دايما تحط نفسك في الحالات اللي زي دي في المقام الاول وتحطي نفسك في المقام الاول مفيش حد ممكن يكون سبب ان هو يخلينا ان احنا نهتم مثلا بنفسنا او بنظافتنا لا طبعا انت كل ده نفسك ليها حق عليك وانت المفروض تهتم بنفسك وانت تهتم بنفسك من غير اي شخص دماغ يعني مش عشان شخص تاني بس دي من الحاجات اللي كان لازم اقولها لكو يعني ربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابه الشخصية المناسبة دعم الكواكب يكون سبب في الاستقرار ووقت هادئ جدا اول عشرة يام وبعد يوم خمستاشر ضغوط العمل تكون سبب في توطر العلاقات وتهدأ بعد يوم عشرين لحد نهاية الشهر طبعا ضغوط العمل والتوطر يعني انت لما يكون مثلا مرتبط او زوجتك المفروض مش هي اللي هتطلع عليها انت ضغوط العمل او خنقة الشغل تروح تطلعها على زوجتك في البيت ولا اللي مرتبط بيها وكذلك انت لو انت بتشتغلي وعندك ضغوط عمل ما تطلعش على زوجك ولا تطلع على المرتبط به لازم نعرف حاجة زوجتك في حياتك هي شركة حياتك يعني المفروض هي السبب تكون في تلطيف الجو السبب انها تشيل عنك السبب ان انت تفطفض معاها ليه ما تقوليهاش وتفطفض معاها انا كان عندي مشاكل في الشغل في حاجة في الشغل بدقاني كذا كذا هترتاح حتى من باب الفطفضة يعني حتى لو هي ما ديتكش حل يعجبك او فكرت معاك مسلا بشكل مختلفين في الفكر بس مجرد ان هي تسمعك وتفطفض انت معاها تتنفس تطلع الكلام ده هيسيعت فرحتك حتى لو بنسبة فدي حاجة مهمة اما لو هي بقى كمان مش يمكن هي تلاقيها مسلا معاك مخاه حاضر وبتقولك على حلول او بتشاركك الموضوع على فكرة يا جماعة يصدقوني احلى حاجة احلى حاجة ان احنا لما نحكي لحد ودي مش موجودة كتير للأسف لما نحكي لحد حاجة ويلاقيه حاسس بينا يعني يقولينا مثلا يعني فيه ناس ممكن تقولي صدقني ربنا هيسهلها بس عارف لما بيقولوها بحس ان هم قيلنها حاسين بيا يعني مش بيقولوها مجرد اللي هو بيصبروني لا بيقولوها اللي هم حاسين بالمعاناة بتاعتي فبيقولوها لي يعني من قلبهم فده الوحده بيرايح يعني ده ان اللي قدامك يبقى حاسس بيك ده يريح وكذلك انت المشكلة ان انت تقولي له عندي ضغوط في الشغل عندي ضغوط في البيت مسئولية البيت الاولاد اتكلمي معاه بس مش اتكلمي معاه اللي هو عندي يعني فاهميه بالراحة انا عندي كذا وعندي كذا او المواضيع دي مداني هو لو يقدر يمد يده ويساعد يساعد هو لو يقدر يشيل عنك يشيل ايه من باب الفطفضة يسمعك يحاول شاركك بافكاره هي دي الحياة جماعة ولو انتو عايزين تبنوا علاقات سليمة سواء مرتبطين او متزوجين لازم تبتدوا تعودوا نفسكو على كده ليهما يعني خدوا الفيديو ده رسالة واللافت انتباه ليكو ليهما تفتحوا الصفحة جديدة وتبتدوا تعودوا نفسكو يلا نبدأ من جديد نشيل مع بعض يعني نشيل مع بعض خنقة الحياة مش عايزة اقول قرأة في الحياة معيني قلتها خلاص فليه ليهما يحصلش ده انت ليهما تتكلمش معاه وتعود تاخد وتدي معاه على فكرة الكلام مع زوجتك وانك تاخد وتدي معاه خليها تفكر وخليها تشغل مخاول كلام قلت الكلام ده كتير كلام هيجيب كلام فياخدكو لحاجات تانية ممكن تلاقوا حلول يا جماعة يعني فيه ناس فيه ناس ما بتلاقيش اي حاجة كلمة غير الحيط الحيطة مفيش حاجة تانية فاحمدوا ربنا بنعمة ناس معاكو في حياتكو شركاء في حياتكو وممكن يسمعوكو دي اهم حاجة ربنا يا رب يهدي سيروا كل بيت ويكمل مرتبطين على خير ويا رب يبقى شهر كده مستقر اتمنى ده وانعرف ان ما فيش شهر ممكن يبقى مستقر كامل دي طبيعة الحياة شوية استقرار شوية ما فيش ولكن خلينا دينا بنحاول والحياة ما اللي هي تجارب ومحاولات وان شاء الله المحاولات دي تكون يعني في منها نتيجة للاحسن وش بقى على الجانب العيلي تجمعات عائلية على مدار الشهر بنسبة كبيرة فيه تجمعات عائلية على مدار الشهر بنسبة كبيرة ولكن مش مفيش سبب للتجمعات دي ولكن من الواضح ان هي تجمعات مناسبات واوقات كويسة لانه هو واضح ان هو شهر يعني فيه مناسبات لموليد برج العزراء ربنا يا رب يجمع كل عيلة على بهجة وسعادة وفرح ومحبة الجانب بقى المالي استقرار مادي من اول اسبوع يعني المفروض من اول اسبوع هيكون فيه استقرار مادي تغيير كمان دعم الاقارب هيفرق جدا في الماديات وده هيساعد تحسن الماديات بعد يوم عشرين ربنا يوسع من رزقكم وكمان يا ريت لو تقدروا تدخروا دي من الحاجات المهمة تحوشوا يعني عشان ممكن يكون فيه ناس بسيطة متعرفش عن ايه يتدخروا تقدروا تحوشوا او تشيلوا اي فلوس على جنب يعني لو قدرتوا ده هيكون مهمة اوي اول فترة الجاية وربنا تاني يوسع من رزقكم تخش بقى على صحاب المشاريع الاجواء غير مبشرة بسبب الاهمال يعني ايه الاجواء غير مبشرة يعني ارباح ضعيفة ده اللي مكتوب بالزبط بسبب الاهمال شؤون مهام تخص المشروع يعني فيش مهام تخص المشروع المفروض تخلص واهمالها هيكون سبب فيه ارباح ضعيفة فطبعا يعني لصحاب المشاريع يا ريت دايما تبص على مشروعك من جميع الاتجاهات ايه وعتهم المشروعك لو اهملت مشروعك ما تضمنش ايه اللي يحصل مهما ان كان اللي عاملين بالمشروع او شغالين معاك في المشروع يعني عشان ما بيحبش كلمة اللي شغالين عندك ما بيحبش الكلمة دي اللي شغالين معاك في المشروع مهما كان مش هيكون زيك كصاحب مشروع انت برضو هتكون ليك نظرة مختلفة وضقيقة عنهم لاني انت صاحب يعني ما حدش يخاف على المال اوي زي صاحبه ده ده منطقة الصراحة ربنا يفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم الجانب التعليمي دعم مدرسين ومعدين يكون سبب فيه نتائج ايجابية ليه طلاب برج العزراء مفروض ان دعم المدرسين والمعدين هيكون ليه تأثير ايجابي جدا على طلاب برج العزراء بس انا عايز اقول حاجة للطلاب والشباب والشابات استغلوا الدعم ده لما يكون فيه معيد بيدقق معاك وبيشرح لك كويس وبيخش معك في تفاصيل المواد او مدرس افهم منه كويس وطبق ده وسأله يعني دي حاجة كويسة لما يكون مدرس بيدعمك دي حاجة كويسة ايا كان بقى الدعم بقى دروس في المدرسة ايا كان المهم ان انت تسأل واستغل الدعم ده لانه هيفرق معاك في المواد هتلاقي نفسك بتتحسن في مادة معانا لانك ما كنتش اا بتهتم بالدعم ده كان بيتقالك يعدي كده ما تخليش حاجة تعدي كده الدراسة عايزة تركز في كل نقطة واسأل كتير المدرسين والمعدين وهتشوف انت بنفسك المادة بتادي تبان قدامك بتادي تنور يعني ربنا يا رب ان شاء الله نجاح لكل الطلبة يعني وديك التوقعات بورج العزراء لشهر ابريل الفين تاعت عشرين لو عجبكم الكلام ده ما تنسونيش في اللايك لو مش مشترك او مشتركة ياريت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهاتنا انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة سولوا كل انت الفيديوهات في الوصف تاخدوا فكرة عن الفيديوهات شاكر اوليكو سلام